في إطار جهود الدولة لتوفير السلع للمواطنين تم افتتاحه معرض بيع السلع الغذائية ومستلزمات رمضان والذي أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة وبالتنصيق مع هيئة تنمية الصعيد يتيح هذا المعرض السلع الاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة بنسبة لا تقل عن 30% عن مثيلتها بالمحال والسلاسل التجارية بالأمث القريب كنا بنفتح منفذ في مدينة أسيوط الجديدة ورد تنفيذا للتوجهات الرئاسية لفقامة السيد الرئيس الجمهورية ان احنا بنقطر بين المنافذ بيبقى فيها كل السلع زي ما احنا جاهزين كده في المنفذ اللي احنا موجودين فيه ده في قلب مدينة أسيوط في الحاجات رمضان موجودة في الحاجات الخاصة به الاعياد موجودة عيد الأم عشان داخل علينا وكل سنة ومصر كلها وامهات مصر كلهم بالخير يا رب العزي الله تعالى كلنا بنشارك في إقامة المعارض وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين احنا هنا في أحد المعارض المقامة في نطاق محافظة أسيوط وبالتحديد في نادي الواي المعارض مقام طبعا بيعرض جميع أنواع السلع غنزائية انا عندي فرق في المعارضات بين هنا وبين الأسعار في الخارج طبعا الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالدعوة لكل أهلين في محافظة أسيوط لزيارة هذا المعارض أولا تشجيعا لأصحاب المشارعات الصغيرة في تسويق منتجاتهم ثانيا عشان يعرفوا الدولة وفقامة الرئيس عبدالتاح السيجي توجهاته للصعيد أن يكون محافظة أسيوط إحدى محافظات الصعيد اللي بتتمتع بهذا الكم الهائل من المشارعات الصغيرة ترجمة نانسي قنقر